نعرف كده في البداية إيه هو فيروس الروتا؟ فيروس الروتا هو يعني من أخطر الفيروسات اللي ممكن تصيب الأطفال فيروس الروتا أكتر سن بيصيبه تحت الخمس سنوات بس هو بيجي في أي سن يعني ممكن يجي في الكبار كمان مش لازم يكون أطفال بس فكرة إنه هو خطر بتيجي من حتة إن الطفل بيتصفى within hours يعني في خلال ساعات بيحصل تصفية جسدية فدي خطورته مش زي أي نازلة معوية هو طبعا مرض يسبب قاتل وإلا ما كانش يتعمله فاكسين تطعيم فأي حاجة اخترعوا لها تطعيم معناها إنها حاجة خطر جدا فيحنا عندنا الفيروس ده مشكلته الوحيدة إنه هو بيصفي الطفل مساحة سطح جسمه قليلة جدا وبالتالي إيه كمية الفلودز أو السواقل اللي موجودة فيه بسيطة مع طبعا إن السن اللي إحنا بنقول عليه من زيرو دي لحد خمس سنوات سن مقرف جدا في الأكل أساسا متهب لبابا ومامته يعني هو بيكلش غير بالعافية فكمان لما يجي له حاجة زي كده تخلص عليه دي بتبقى بعد شر يعني مشكلة بالنسبة له كبيرة كمان إيه اللي خلانا نرجع نتكلم عن الروتا تاني زمان كنا نتكلم عن الروتا بفترة كده مش عارفة بقى إحنا نرجعنا نتكلم عنه عشان رجع ينتشر ولا أنا ولادي كبره فبقيتش مركزة مع الروتا مش عارفة إيه الحكاية لا هو مرجعش والحاجة بوسي أقولك هو كان زمان قوي قوي قبل ما يعني نقدر نقول السوشيال ميديا تتكلم في الموضوع كان بييجي وكان للأسف ما كانش موضوع الفكسين أو التطعيم موجود فكان الأطفال بتتوفى في المستشفيات حاليا دلوقتي مع السوشيال ميديا كله بقى ظاهر كل المعلومات ظاهرة كل الدكاترة بتتكلم الأمهات دلوقتي على الجروب بتاع الماميز بيتكلموا لا ده ابني جاله كذا ده مش عارفة إيه وطبعا الأغلبية العظمة ابني دخل المستشفى يعني هو نادر ما بيتعالج في البيت للأسف طب نعرف من حضرتك أسباب الإصابة بفيروس الروتا وأهم الأعراض اللي بتظهر لتخلي الأم تتخض أو تقلق أنه في حاجة غلط تمام هو أولا خلينا نقول أنه هو مش في الشتا بس هو في حاجة غلط السنة دي هو جاي في الشتا دي هو مش شتوي هو في تغيير الفصول بيبتدي ينشط النقطة التانية إزاي ممكن طفل الرضيع مثلا يجي له روتا طب يجي له روتا ليه هو بيأكل حاجة هو مين اللي بينتقل عن طريق الطعام الملوس أو عن طريق حد تعبان أو عن طريق إفرازات الجسم البراز اللعاب الكلام ده الطفل الرضيع لما يبقوا فرحانين بيه فيبسوه بالزيت البوس بتاع البق بتحصل عندي كارثة لو حد مصاب أو حامل للفيروس بيجي له فدي طبعا بتبقى مصيب عشان كده كلنا بنولول على حتة أن الطفل الرضيع ما يبسش من بقه دي نقطة دي طريقة العدو عشان الروتا وعشان النفس وعشان كورونا وعشان ما يطلع لهش عشان كل حاجة عشان كل حاجة عشان من حقه يعني يمكن الروتا البس البق اللي الرضيع بالزيت الروتا أبسط حاجة في الموضوع فيه بلاوي تانية سود فموضوع أن الطفل الرضيع بس مقدر يعني دي قصة تانية الوحديها دي يعني من المحرمات المفروض يعني ترجمة نانسي قنقر